مع ال اي دابليو اس داتا بيز سيرفزيز. طيب. هنتكلم دلوقتي يا جماعة على الجزء الخاص بالداتا بيز. الحقيقة زي ما انتم شايفين كده احنا عندنا داتا بيز سيرفزيز كتيرة جدا في اي دابليو اس. فعندنا مثلا ال الريليشنال داتا بيزز. عندنا اورورا. عندنا داتا ويرهاوزين سولوشن زي ريتشيفت. وده هنتكلم عنه شوية في الموديول اللي جاي. مش دلوقتي. وعندنا كمان داتا بيزز مختلفة. زي مثلا دوكيومن دي بي. عندنا حاجة زي دينامو دي بي. الاستيك كاش. ميموري ار دي اس. او ميموري ريتس. تي سبيسز. تيم ستريم. نيبتون وي كوانتوم لاتجر. طيب. انا مش عايز ادخل في تفاصيل في الداتا بيزز دي. ومش عايز نخش قوي في التفاصيل ما بين الفروقات بينها. انا بس عايز نعمل الاول تأسنتين كبار قوي. التأسنتين الكبار هما ايه? هما relational databases وال Gregory. اللي فوق دول دول بنسميهم relational databases. اللي تحت دول بنسميهم non relational databases. دول a non relational databases يا جماعة دي بنسميها purpose build databases يعني databases بتتبني لاستخدامات معينة والاغراض معينة فمثلا تعالوا نتكلم مثلا على الامازون نيبتون الامازون نيبتون دي بنسميها جراف نتاليز عارفين لما احنا بنخش على الفيسبوك مثلا ونخش نعمل لايك ونجي نعمل فرند فتبقى انت فرند ولما تعمل لايك لحد تبقى انت عملت لايك لصاحبك ولا عملت لايك لصاحب صاحبك فبيبدأ يجد العلاقات ما بينكم وبين بعض وبعد شوية تلاقيه بيقولك اصداء ده يبقى اخه فلان وده يبقى جز فلانة وكلام ده العلاقات دي خلاص بتبني او بتقدر ان احنا نعرفها عن طريق ان احنا نستخدم بيربوس بيلد داتا بيزز للكلام ده مخصوص اسمها جراف داتا بيزز عندنا مثلا حاجة زي الكوانتوم لتجر الكوانتوم لتجر دي مثلا بتستخدم في الحاجات الفاينانشل ان انا اقدر ان انا اكيب هيستوري من كل الترانز اكشنز اللي بتحصل عندي التايم ستريم باستخدمها ان انا بسجل ديتا عن طريق الوقت او على مدار الوقت زي مثلا لو انا بقرأ مثلا ديتا من سنسل مثلا بتاعة درجة الحرارة وبقرأ ديتا دي مثلا كل دقيقة فاقدر اسجل الديتا درجة الحرارة على مدار اليوم او على مطار على مدار الساعة ففي الديتا بيزز بتبقى معمولة لاغراض معينة وطبعا لما بتبقى الديتا بيز يا جماعة معمولة عشان خاطر غرض معين بيكون البرفورمانس بتاعها كمان عالي جدا جدا اسمنا الديتا بيزز بتاعتنا لنوعين من الديتا بيزز سمينا نوع منهم ريليشنال ديتا بيز وسمينا نوع التاني نون ريليشنال ديتا بيز اللي هما النص اللي تحتاني دول دول كانوا هما النص اللي ايه اللي تحت طب ايه بقى قصة الريليشنال ديتا بيز الريليشنال ديتا بيز يا جماعة دي دي الديتا بيزز اللي اتنا كنا طول عمرنا بنستخدامها النون ريليشنال ديتا بيزز يمكن هما اللي بدأوا يظهروا في اخر حوالي يمكن 8-10 سنين بدأت تظهر non-relational database طب relational database ايه بقى الفكرة بتاعتها بيكون مثلا عندي جدول الجدول ده فيه مثلا بيانات الموظف خلاص او الموظفين الجدول بيشيل كل ريكورد في الجدول بيشيل بيانات الموظفين او بيشيل بيانات وبعدين ممكن اعمل جدول تاني الجدول ده هقول فيه الوردرز اللي اتعملت من الكاستمر بتاعتك فبقول والله ان الكاستمر ده هو اللي عمل الوردر ده وعمل الوردر ده وجقول والله الكاستمر رقم اتنين هو اللي عمل مثلا اردرات مختلفة وهكذا فهنا بجد علاقة ما بين جدول الكاستمرز وجدول الوردرز طيب انت ليه يا احمد بتشرح لنا كل الحاجات دي عشان عايزة اقول لك حاجة لما انا هنا حاجة اينسرت اوردر جديد هل ينفع الوردر ما يبقلوش كاستمر لا لازم كل الوردرات اللي عندي لازم يبقى ليها ايه كاستمر فقبل ما الداتابيز بتبدأ تسجل الداتا بتاعت الوردر في الجدول بتاع الوردر لازم تروح تتأكد ان الكاستمر دوت موجود فيه جدول الكاستمر وده بياخد شوية مجهود من الداتابيز طيب ايه الفرق تاني خلاص طبعا المجهود ده مش محتاجينه في النون ريليشنال داتابيز ليه لان النون ريليشنال داتابيز هو بيكون جدول واحد وبحط فيه الداتا على طول الداتا ما بيكونش لها علاقة بجدول تاني فلازم تأكد ان الـ parent التاعي موجود او customer التاعي موجود لأ هنا الداتا بتخش على طول على الجدول الحاجة المهمة جدا كمان في الفرق ما بين الريليشنال والنون ريليشنال ان الريليشنال داتابيز يا جماعة بيكون معاها ستريكت سكيما يعني ايه؟ يعني بيكون معايا الجدول شكل الجدول واضح تمام؟ هنا مثلا عندي رقم الـ customer هنا عندي اسم الـ customer الاول عندي اسم الـ customer التاني عندي تاريخ اشتراك الـ customer فبيكون جدول متكون من اعمدة ومن صفوف وبتكون عدد الاعمال دي تثابت وبكون عارف ايه هي الداتا بالضبط اللي انا هحطها في كل جدول انما في الجزء بتاع الـ non-relational databases مش لازم كل الداتا تكون موجودة في كل جداو فما بيكونش عندي ريستريكت سكيما ما بيكونش عندي سكيما واضحة ما بيكونش عندي عدد كولومز واضح وما بيكونش عندي عدد صفوف واضحة وبالتالي ممكن الـ data بتختلف من record to record طيب احنا ليه بنقول الكلام ده كله يا جماعة بما ان احنا النهاردة بنتكلم على الـ non-relational databases هتيجي تقول لي احمد انت قلت من شوية ان الـ relational databases دي احنا دي القديمة اللي احنا كنا متعودين عليها عمرنا صح؟ قلت له ايوة فتيجي تقولي خلاص بقى انتو الناس القدام انا مش عايز استخدم يعامل حاجات القديمة بتاعتكو انا هستخدم الـ non-relational databases الجديدة اللي انت قلت عليه هو الموضوع مالوش دعوة بالقديمة وبالجديد خالص تمام؟ الموضوع ليه علاقة به الـ use case اللي انت هتعملها فمثلا انت مثلا بتبني CRM application عندك customers وعندك orders ولازم يبقى فيه عندك علاقة ما بين customers وما بين orders بتوعك يبقى غصبة عندك لازم تشتغل على الـ relational databases طب انا النهاردة بعمل لعبة واللعبة دي هيكون مثلا بسجل فيها اسم اللاعب والـ high score بتاعه وتاريخ الاشتراكه عندي امتى في اللعبة طب ما دي مش محتاجة relation مع data تاني الـ data دي كلها ممكن احطها في جدول واحدة يبقى انا مش محتاج جداول ومش محتاجة اعمل relation في الوقت ده ممكن اروح للـ non relational databases طيب الـ data bases الـ relational databases زي ما اتفقنا انها بتعمل شوية ايه؟ انها بتعمل شوية validation الاول ان الـ data موجودة او الـ parent موجود ولا لا وبالتالي دايما 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 الـ relational databases هتكون ابطأ من الـ non relational databases ليه؟ لان الـ non relational databases بتاخد الـ data تحطها في الجدول مباشرة بتاخد الـ data تحطها في الجدول مباشرة لا ليها دعوة للجدول ده ليه relation مع جدول تاني ولا لا لكن في الـ relational databases لا انا قبل بحط الـ data في الجدول بتاع الـ order لازم اتأكد ان الـ customer موجود وهنا بعمل شوية مجهود اكتر على الـ relational databases وبالتالي دايما هتفضل ان الـ relational databases اسرع بكتير من الـ relational databases لو رجعنا للـ example اللي احنا عملناه في الاول او اللي احنا قلناه في الاول لو انا عندي CRM لو انا عندي بيانات بتاعة الـ order مع الـ customer انا مش محتاج السرعة الجامدة اوي دي صح؟ ليه يعني هو انا هيبقى عندي كام customer وكام customer هيعمله كام order يعني مش كتير اوي لكن لما جينا نروح للـ non relational databases رحنا لموضوع اللعبة صح؟ انا عندي حوالي خمسة مليون لعبة عارفين كلكم دلوقتي اللعبة اسمها فورتنايت دي فورتنايت دي فعليا ساعة بيلعب عليها خمسة مليون واحد في نفس الوقت يبقى انا هنا محتاج الـ database عالية السرعة جدا 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 فساعتها الـ non relational databases هتفيدني اكتر من الـ relational databases فده الفرق ما بين الـ relational والـ non relational database فـ relational database your database doesn't need extreme read and write مش محتاجة read and write عالي اوي تمام؟ هناك your data doesn't lend itself to traditional schemas ما عنديش سكيمة واضحة if you have a relational data set that doesn't require extreme performance يبقى عندك data والـ data دي مش محتاجة performance عالي اوي ساعتها الـ relational database هتكون الـ management system بتاعي يبقى انت هنا عندك relational data sets عندي customers وعندي orders ومش عايز الـ database سريعة للغاية مش عايزها extreme performance روح للـ relational database طيب لا انا عندي data مش relational ومحتاج extreme performance ساعتها روح للـ non relational databases طبعا نقدر ساعتها برضو ابصوا هنا your read and write rates exceed the rate that can be economically supported by traditional query language يبقى انت هنا الـ database بتاعتك عايز performance اعلى بكتير من اللي تقدر توفره لك الـ relational databases الطبعي طيب لو انت حبيت ان انت تشغل الـ database عندك في الشركة بتاعتك هتعمل ايه؟ هنروح نجيب سيرفر وبعد كده هنبدأ ننستول الـ operating system على السيرفر بتاعي هبدأ ارن operating system patches هبدأ انستول الـ database هبدأ ارن الـ database patches عشان لو فيه اي security او gaps او حاجة بقدر اقفلها بـ database patches هبدأ الـ database هبدأ اكون فيجر الـ database بتاعتي انها هتاخد backups هتأكد ان الـ database بتاعتي high available يعني ايه؟ high available عشان بس احنا المصطلحين دول هنسمحهم كتير الفترة اللي جاية highly available highly available ده معناه ان لو الـ database بتاعتي حصل فيها مشكلة خلاص تفضل الـ database شغالة up and running تمام؟ فبالتالي تبقى high available ان انا في اي وقت تبقى محتاج الـ database الاقيها موجودة طب في الـ database وقت لأي سبب من الاسباب تقدر تبقى فيه database تانية تشتغل مكانها وتحل محلها بسرعة جدا 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 طيب scalable معناها ان كل ما الـ demand عليها بيزيد هي تقدر ان هي تتحمل الـ demand اللي جاي عليها يعني لو بعتلها query او لو انا عايز منها معلومة تقدر ترد عليها طب لو عايز 1000 تقدر ترد عليها لو عايز 100000 معلومة تقدر ترد عليها فهي تقدر تكبر او تقدر ترد عليها بالمعلومات اللي انا محتاج لها تمام؟ من غير ما تتأثر سواء بقى الـ traffic قليل او الـ traffic عالي تقدر ان هي ترد عليها طيب يبقى انا النهاردة لو حعمل الـ install للـ database بتاعتي في الشركة بتاعتي انا حطر ان انا اعمل كل دوات من اول الـ hardware من لغاية الـ installation بتاعت الـ databases لغاية كمان الـ configuration اللي حعملها على الـ database واكيد طبعا انا كمان حبقى مسؤولة عن الـ application طيب هو في حل احسن يحمد؟ قلتلك اوه في حل احسن شوية ايه هو؟ انك حتروح لـ AWS وحتاخد من AWS EC2 instance فبالتالي في الوقت ده AWS هتبقى هي اللي مسؤولة عن السيرفر عن الـ physical server تمام؟ مسؤولة عن الـ rack مسؤولة عن الكهرباء بتاعته مسؤولة انها هتعمل maintenance للـ server وهي اللي هتعمل لك install الـ operating system على الـ EC2 instance تاعتك جاست ان بقت معاك الـ EC2 instance تاعتك بقت مسؤوليتك خلاص من اول الخطوة دي انت بقى هتبدأ ترن الـ operating system patches هتبدأ تدونلود السوفتوير بتاع الـ database هتبدأ ترن الـ database patches تاخد تكونفجر الـ backups تكونفجر high availability وتكونفجر الـ scalability يبقى هنا احنا وفرنا عليك شوية حاجات بس ما وفرناش عليك قوي طب ايه رأيك ان انا وفر عليك قوي قوي ازاي ان انا حوفر لك حاجة اسمها managed service الـ managed service دي AWS هتبقى هي اللي مسؤولة عن كل دوت كل اللي انت هتروح تقوله الـ AWS يا AWS عن طريق service اسمها RDS relational database service يا AWS انا محتاج مثلا MySQL database بس مش محتاجين حضرة تقول لنا غير كده AWS بقى هتبدأ هي تشغلك السيرفر هتبدأ ترن لك اخر operating system patches هتبدأ تدونلود الـ database software هتبدأ ترن لك الـ patches بالتالي انت بس بتركز على الشغل بتاعك طبعا ده بيوفر وقت ومجهود جامد جدا منك فامازون RDS هي عبارة عن relational database service طب ايه هي الـ database engines اللي اقدر استخدمها مع الـ RDS عندنا database engines مشهورة يمكن تكونوا حضرتكم سمعتوا عن مثلا Oracle database أو ممكن تكونوا سمعتوا عن MySQL database او SQL Server database خلاص طبعا دي database engines ايه مشهورة في عندنا كمان Maria DB و Postgre فكل دي engines الـ RDS ايه ممكن تشتغل معا يعني وانا رايح بقول للـ AWS انا عايزة تشغليلي database هقول للـ AWS لو سمحت انا عايزة تشغليلي Oracle database لا انا عايزة تشغليلي MySQL database انت اللي بتختار الـ engine اللي انت عايز تشغله وطبعا دول اشهر engines موجودين فيه كمان engine عندنا ده خاص به AWS اسمه Amazon Aurora طيب يعني ايه multi easy يعني تبقى high available يعني ايه high available يعني لو الـ database بتاعتك بعد الشر حصل فيها اي مشكلة اقدر ان انا الاقيها موجودة وان هي ما تقصرش على الشغل بتاعي طيب ازاي AWS بتهندل او بتعمل موضوع multi easy دوتا فاكرين لما احنا اتكلمنا زمان على availability zones حد فاكر كده ايه availability zones قلنا عليها ايه حد فاكر يقول لي كده على الشهد بسرعة كنا اتكلمنا عن availability zones اه الناس مش بتذاكر ما حدش فاكر خالص يا جماعة availability zones وريجونز والحاجات تادي فاكرين لما اتكلمنا عن ال عن الريجونز وعن ال وعن availability zones كل الكلام ده طيب احنا قلنا ان كل بيكون فيها على الاقل اتنين availability zones بس هما ال most common بيكونوا تلاتة availability zones وال availability zones دي بتكون بعيد عن بعض في حدود الميت كيلو او يمكن اقل شوية تمام وبنستخدم availability zones ديت عشان اه متوفر فيها AWS سيرفرز بالزبط كده اللي هي availability zones قلنا ان جواها data centers والdata centers دي بتكون جواها السيرفرز بتاعت AWS وقلنا ان احنا بنستخدم availability zones دي عشان نachieve high availability طيب الكلام ده بقى بيشتغل ازاي ادي الداتابيز اللي انت شغلتها مجرد ان انت بتقول ال AWS انا عايز الداتابيز بتاعتي highly available فبتبدأ AWS تعمل لك database تانية في availability zone تانية فدول اتنين different availability zones بعدين تبدأ ال database تبدأ تعمل copy لكل ال data اللي موجودة فيها على ال stand by database اللي موجودة في availability zone التانية كل ال applications بتاعتك هتستخدم say primary database دي تمام واي حاجة بتخصل جوا ال database دي عمالة تتنقل فورا synchronously synchronously يا جماعة يعني في وقتها في لحظتها فأي data هتتعمل او هتتخلق جوا او هتتعمل لها update جوا ال database بتاعتك في لحظتها على طول هتروح تتنقل لي ال stand by database طيب لو حصل بعد الشر بقى وان ال database بتاعتك وقعت او حصل فيها مشكلة automatic AWS هتروح محولة ال stand by database هتعمل لها promote لي ال primary database كل ال applications بتاعتك دلوقتي هتبدأ تشتغل مع ال promoted primary database وتبدأ ايه ده بقى اس بعد كده تشغل new stand by database تانية وتبدأ عملية copy ما بين ال 2 instances يبقى هنا احنا قدرنا نحل مشكلة لو ال database بتاعتي واعت ايه اللي يحصل لو حصل عندي failure حصل عندي هنا failure او ممكن يكون حصل failure في ال availability zone كلها ممكن ال availability zone دي كلها خرجت من الخدمة لاي سبب من الاسباب ال application بتاعتي او database بتاعتي تقدر انها تشتغل في availability zone تانية وتقدر تخدم على applications بتاعتي عندي نوع تاني او feature تانية من ال RDS اسمها read replica read replica دي يا جماعة برضو بيكون عندي database تانية بس نقل ال data ما بين ال primary database وما بين ال read replica ما بيكونش synchronis بيكون asynchronis يعني ايه asynchronis يعني بتاخد شوية وقت ممكن تاخد لها ثانية ثانيتين وهكذا مش بتكلم على دقايق انا بتكلم على ثواني طيب ليه لازمت ان انا يبقى عندي stand by database sorry read replica database ال read replica دي بتستخدم في read only وبمعنى لو انت عايز تقرى data من ال database ممكن تقراها من ال read replica وتخلي primary database فاضية عشان هي ديت اللي تقدر تستحمل عملية عملية ال write عليها فيبقى انت كده عندك اتنين database واحدة بعمل عليها write وتستحمل ال writes الكتيرة والتانية بقدر اخليها تستغل ك read only واقدر اقرأ منها ال data طبعا ده بيحسن اداء ال primary database لان ال primary database لو انا استخدمتها في ال read and write بالذات لو انا بعمل منها read ل data كتيرة مثلا هاتلي مثلا كل المبيعات بتاعتي خلال السنة اللي فاتت فده ممكن يرهق ال data بيحسن ايه بتاعتك فبالتالي انا بعمل حاجة اسمها اوفلون بشيل الحمل بتاع write the data كتيرة من على ال primary database وبوديه لل read replica ال read replica هي اللي اقدر اقرأ منها ال data كتير وبالتالي ما يقصدرش على ال performance بتاع ال primary database بتاعتي واقدر اكتب فيها بشكل طبيعي عندنا عندنا في aws عندنا engine خاص ب aws اسمه aurora aurora دي يا جماعة بتديك performance at scale available with durable highly secured with fully managed by aws يبقى ديت عبارة عن engine ال engine ده معمول من aws عنده performance بتاعته عالية جدا the availability بتاعت ال database عالية جدا آآ secured من aws وفي نفس الوقت fully managed انت مش محتاج انك تشغل اي سيرفرات عشان تشغل ال database ديت ممكن استخدمها ب engine mysql او يعني ايه يعني لو انت بتعود على وانت بتشغل aurora قول له انا عايز اشغلها aurora فبالتالي هستخدم نفس اللي انا بستخدمها مع mysql لو انت بتعود تستخدم postgre وانت بتشغل aurora قول له انا عايزها postgre compatible وبالتالي هتستخدم نفس الاوامر بتاعت postgre آآ database ادي الفايدة الكبيرة قوي بتاعت aurora يا جماعة ان aurora بتعمل ست نسخ ست نسخ ادي ست نسخ هم من ال data بتاعتك في ثلاثة different availability zones ادي availability zone الاولانية ادي التانية وادي التالتة يبقى ال data بتاعتي في عندي منها ست نسخ موجودين في اكتر من availability zone وبالتالي لو اي availability zone وقعت انا مش خايف على ال data بتاعتي لانها موجودة في مكان تاني واقدر طبعا استخدم ال copies التانية دي ك replicas ان انا اقدر ان انا اعمل منهم read only بس وبالتالي اشيل الحمل من على ال primary database بتاعتي نفس الفكرة بتاعت ال read replicas يبقى هنا انا ليه اعمل ستة copies في ثلاثة different availability zones اول حاجة كنوع من انواع ال high availability بحيث لو انا اي database وقعت في ال primary database بتاعتي وقعت في ال availability zone الاولانية ممكن ساعتها اي واحدة تانية تبدأ هي التي تتحول ليه ال primary database بتاعتي في نفس الوقت ك extra backup ليه ال data بتاعتي اي سؤال يا جماعة اي سؤال لو سمحتم طيب النوع التاني من ال database اللي بنسميها non relational database عندنا database مشهورة قوي في aws بتشتغل non relational database اسمها ال dainamo db ال dainamo db d fully managed by aws هي fully managed no sequel aws database يعني non relational database performance at scale سريعة جدا جدا ما عنديش اي سيرفرات بعمل لها management aws هي اللي مسؤولة انها هتعمل الايه management بتاعة السيرفرات enterprise ready خلاص ان هي جاهزة انها هتشتغل على اكتر من مكان في العالم انا بس عايز ارجع هنا للكلمة بتاعة no servers to manage خلاص ده concept يا جماعة في aws بنسميه serverless وكلمة serverless مش معناها ان انا ما عنديش servers خلاص ده انا still عندي servers بس servers ديت aws هي اللي بتعمل لها management وبالتالي انا مش لازم بقى افكر السيرفر ده شغال السيرفر ده مش شغال السيرفر ده وقع طب السيرفر لما يقع الحق شغل واحد تاني ازاي كل الكلام دوت انا ما بيقاليش ليه يا ده ده دعوة بيه aws بتكون هي اللي مسؤولة تماما عن الكلام دوت فبالتالي انا بشيل من عليا الحمل بتاع ان انا امنج السيرفرات بتاعة ال applications بتاعتي فكلمة serverless لما نسمحها مش معناها اني ما عنديش server لا عندي server استيل السيرفر موجود بس السيرفرات دي بدل ما انا بعمل لها management aws هي اللي بتعمل لها management ودي بتكون سيرفرات ضخمة وبتكون shared ما بين اكتر من aws customer فبتكون سعرها رخيص لانها سيرفرات بتكون shared مع اكتر من customer في نفس الوقت هي بتكون بطبيعتها highly available highly available ال database بتاعتك وقعت خلاص او الشغل اللي شغال على السيرفر ليس ده وقع ايه ده بلقس هي اللي مسؤولة انها توفر لك واحد تاني بداله على طول وهي اللي مسؤولة انها هتكبر السيرفر او تقلله على حسب demand اللي موجود عندك فدي ال dynamo db يا جماعة ال dynamo db بتشتغل بحاجة اسمها key value pair فده بيكون key اللي هو hammer 57 ودي كلها بتكون ال data اللي خاصة ال id بتاعها على فكرة بس يمكن دي مش واضحة هنا قوي مثلا ان انا ال roll اولاني في points ده مش معناها ان ال roll تاني فيه points ممكن ال roll تاني يبقى فيه price بس لان ال data تبقى مختلفة ما بين row ورو ودي ميزة بالمميزات ال non-relational database ان انا ما بكونش restricted مع fixed schema فممكن ال roll اول بيكون فيه شوية data ال roll تاني بيكون فيه data تانية خالص ال roll تاني ممكن يبقى فيه data رابعة خالص طيب قلنا ان ال dynamo db بتاعتنا هي enterprise ready يعني ايه enterprise ready يعني لو انا عندي application مثلا موجودة في امريكا و application موجودة في الصين و application مثلا موجودة في جنوب افريقيا وعايزهم كلهم يشتغلوا مع بعض فممكن اعمل حاجة من ال data بتاعتي في كل منطقة في العالم وكلهم بيحصل لهم synchronize مع بعض فلو انا مثلا حصل هنا مثلا عندي update ال update ده هو تيسمع في ال data base داية ويسمع في ال data base داية وهكذا فاقدر اشغل اكتر من copy من ال data base بتاعتي فاكتر من مكان في العالم طيب مين بقى aws customers كل دول بيستخدموا اه 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 عندنا هنا شركة sales force طبعا شركة sales force يا جماعة من من الشركات الكبيرة جدا اللي معروفة اه اللي بتعمل حاجة اسمها CRM applications اللي هو ال كانت بتستخدم database database وبدأ وبدأ يحصل لهم مشاكل في ال data base لما كانوا بيشغلوا ال data base بتاعتهم في الشركة بتاعتهم طب الحل عملوا ايه انه هم راحوا لي AWS لما راحوا ال AWS استخدموا ال rds خلاص وبالتالي هم ما بققوش محتاجين يعملوا management لا ال high availability ولا ال scaleability بتاعت ال database فهم ينوت بقت بتسهل عامليهم عملية ال setup وال operate وال scaling بتاع ال database وده طبعا ادى الى ان ال database بتاعت sales force تبقى high available اكتر خلاص وبدأ طبعا يبقى فيها stability اكتر not only as an infrastructure provider بيقولك وهم فعلا اتكدوا ان AWS مش مجرد بس انهم بتديهم server وخلاص لأ ده هي كمان بتقدر ان هي manage data base اللي على السيرفر فبالتالي AWS مش مجرد infrastructure provider بات هي برضو كانت مسؤولة ان هي operate the workloads بتاعتنا على او الاحمال بتاعتنا اللي على السيرفرات بتاعتها الكاستمر التاني اللي عندنا هي شركة مكافي برضو دي واحدة من شركات اللي بتستخدم ال relational database مع AWS فبيقولوا ان مكافي اخدت القرار ان هي هتعمل migrate لي ال database بتاعتها ل AWS ليه دول بقى كان عندهم مشكلة في ال performance ال performance بتاعت ال database بتاعته ما كانتش احسن حاجة بغاية فراحوا استخدموا تصعدوا ال database virtue عاردس استخدموا او تاعتقدوا الاردس كرامل وبالتالي ده تحسن أداء الداتابيس بتاعتهم significantly better speed and performance وده حسن الspeed والperformance بشكل واضح جدا بيقولك لما كانت الداتابيس بتاعتهم تقع ويحاولوا يشغلوها تاني كاب بتاخد منهم حوالي خمس دقائق النهاردة مع استخدام ال 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 RDS وباستخدام ال EBS IO2 Block Express لو بيقولك لو حصل لو حصل وان حصل اي failure في الداتابيس بيرجع في اقل من 90 ثانية وده طبعا رقم يعتبر كويس جدا جدا طيب شكرا لكم